اشتركوا في القناة وفي بداية اللقاء اشاد اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالجهود الكبيرة التي يقوم بها رئيس رابطة الدور الاسباني في تعزيز وتطوير كرة القدم في بلاده ليس فقط على مستوى المنافسات الرياضية انما امتدت على مستوى بناء الوعي باهمية كرة القدم ونشر ثقافة اللعبة وتوفير بيئة مثالية لاكتشاف المواهب واشار اسمو الشيخ ناصر بن حمد الى ان الدور الاسباني حقق تقدما ملحوظا في تعزيز جودة المنافسات ليكون واحدا من ابرز البطولات في العالم واحظى بمتابعة جماهيرية عالية ومن بينها عشاق كرة القدم من مملكة البحرين الذين يتابعون باستمرار دائم مباريات الدور الاسبانية واوضح اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الى ان اهمية زيارة رئيس رابطة الدور الاسباني باعتبارها تمثل فرصة مواتية وحافزة نظافيا لبناء علاقات رياضية مستدامة بين الجانبين وقاعدة للاستفادة من الخبرات وافضل الممارسات في الدوري الاسبانية من جانب عرب سعادة السيد خافير تي بيس رئيس رابطة الدور الاسباني اعرب عن شكره وتقديره لسمو الشيخ ناصر بن حمد على جهود سموه المبذولة في مواصلة ارتقاء الرياضة البحرينية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص باعتبارها اللعبة الشعبية الاولى في العالم وتمنيا لرياضة مملكة البحرين المزيد من التقدم والزهار